اشتركوا في القناة وبتبني حياتك الروحية عليه لانه الانسان كثير النسيان فمهم جدا انه احنا نتعلم فرجاء نخلي كتابك المقدس مفتوح حتى لو فيه على الشاشة لكن تابع معنا وتأمل بكلمة الله قديش غنية وفيها بركة لحياتنا جميعا رح نقرى من عدد 17 لعدد 32 من اصحاح الرابع افسوس 4 17 واقول هذا واشهد في الرب ان لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الامم ايضا ببطل ذهنهم اذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجاهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم الذين اذ هم قد فقدوا الحس اسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع واما انتم فلم تتعلموا المسيح هكذا ان كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع ان تخلعوا من جهة التصرف السابق الانسان العطيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وان تتجددوا بروح ذهنكم وتلبسوا الانسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه لاننا بعضنا اعضاء البعض اغضبوا ولا تخطئوا لا تغرب الشمس على غيظكم ولا تعطوا ابليس مكانا لا يصرق الصارق فيما بعد بل بالحر يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له ان يعطي من له احتياج لا تخرج كلمة ردية من افواهكم بل كل ما كان صالحا وللبنيان حسب الحاجة كي يعطي نعمة للسامعين ولا تحزن روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء ليرفع من بينكم كل مرارة وصخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين المقياس اللي بيحكي عنه شو المقياس كما سامحكم الله ايضا في المسيح كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين بأي مقياس بنفس المقياس اللي سامحكم فيه الله ايضا في المسيح بمعنى انه احنا ما فيش قدامنا اختيار ملزمين ان نسامح وان نغفر بنفس المقياس اللي فيه سامحنا وغفرنا الرب يسوع المسيح واذا احنا ما غفرنا وما سامحنا ففي شك كبير اذا الرب غفر وسامح لنا لانه كل هذا مربوط ببعضه البعض كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقينا متسامحين كما سامحكم الله ايضا في المسيح ليبارك لنا الرب كلمته في هذا المساء بنعمة الرب يسوع المسيح اللي عنده كتاب العمدان في عنوان لالعمود مكتوب ايش السلوك كأبناء نور فهذا هو عنواننا مبادئ حطيت كلمة مبادئ السلوك كأبناء نور احنا أبناء نور شو المبادئ اللي احنا نمشي عليها طبعا انتوا عارفين من الصح 4 بولوس انتقل حتى يحكي عن الخطوات والأسليب العملية اللي فيها بتحدانا انه احنا نعيش مش مثاليات وشعارات لكن حياة حقيقية سلوك عملي نحيا فيه في المسيح يسوع فشو المبادئ اللي بحط الرسول بولوس امام كنيسة افسوس وامامنا امامنا احنا حتى نسلك كأبناء نور طبعا زي ما شفنا في اول اصحاح 4 زي ما عكوا فتحينا اصحاح 4 اول اصحاح 4 بولوس بيطلب من نفس الكنيسة من الكنيسة افسوس بس بيطلب بصورة ايجابية قول ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها فبطلب بصورة ايجابية لكن هون في عدد 17 بولوس بيطلب من الكنيسة لكن بصورة النهي او النفي ان لا تسلكوا بحط كلمة لا هناك اسلكوا هما تسلكوش لا تسلكوا كسائر الامم وهذه الفقرة بالذات الاريطة فيها سبع لاءات سبع مرات بقول بولوس ايش ما تعملوش لا ما تسلكوش سبع لاءات اللي فيها سبع مبادئ بينهي الكنيسة حتى ما تعملها حتى ما تسلك فيها بدي اعددها اليوم ونحكي عن نقطة واحدة اليوم لان هي اطول واحدة والمرة الجاي بنحكي عن الباقي فتبعوا معاي في الاعداد واذا عندك كتابك المقدس ممكن تحط دوارة حول كلمة لا عشان هي مفتاح الدراسات نفهم شو عم بقول بولوس اول اول وحدة عدد سبع تاش قول لا تسلكوا كما يسلك سائر الامم تاني وحدة او تاني مبدأ عدد ستة وعشرين اغضبوا ولا تخطئوا ولا تخطئوا نفس العدد ستة وعشرين امرة ثلاثة بقول لا تغرب الشمس على غيضكم اربعة عدد سبع وعشرين لا تعطوا ابليس مكانا هاي كلها مبادئ ننتبه له خمسة عدد ثمانية وعشرين لا يسرق الصارق فيما بعد ستة عدد تسعة وعشرين لا تخرج كلمة ردية من افواهكم والسبب ده السابع عدد ثلاثين لا تحزنوا روح الله القدوس سبع علاءات بينهي فيها او بنهي فيها بنبه الرسول الكنيسي ونبهنا انه ما نعملها ما نعملها لون رح نحكي عن النقطة الاولى اللي هي اكتر واحدة واللي هي بشرحها بالتفصيل وبفصلها وبحكي المبادئ والخلفية تبعتها وزي ما قلنا اسبوع الجاي بنحكي عن الباقي عدد سبع طعش ركز معي على عدد سبع طعش اقول هذا واشهد في الرب ان لا تسلكه فيما بعد كما يسلك سائر الامم ايضا فاول ثلاث اصحات نرجع للقسم التعليمي بولوس كان يركز عن المقام اللي انه في المسيح كيف كان مقامنا قبل الامان وكيف صار مقامنا بعد الامان كنا وصرنا مقاما ودائما ربطها في كلمة في المسيح في المسيح احيانا في المسيح اقامنا في المسيح اجلسنا فانا مقامي جالس في المسيح فوق 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 فصاح اربعة لما ان بدخل للناحي العملية مابحكي عن المقام لكن بحكي عن السلوك كيف كان سلوكنا قبل من امين وكيف لازم يكون سلوكنا بعد الامان بعد الامان همين وكلمة تلاحز هون اقول هذا واشهد في الرب ان لا تسلكه كلمة ايش رهها تبع مكتوب فيما بعد يعني أنتوا كنتوا تعملوا أشياء أنتوا كنتوا سلكين كسائر الأمم أنتوا كنتوا تتصرفوا زي ما هني كانوا يتصرفوا بعد شوية بيبدأ يشرح شو كانوا يعملوا هوائل بس بقولوا ان ترجعوش تعملوا اللي كنتوا تعملوه خلصنا منه هذا باي باي فيما بعد تعملوش وتعدوش حياتكم الماضية بعد ما تجددتوا وتغيرتوا وسلكتوا ومشيتوا في الإيمان ما ترجعوا لحياتكم الأديمة فيما بعد كسائر الأمم قبلا طبعا احنا نحكي عن مدينة مش كفر يسيف ولا تلقابيه ممكن بس أكتر من تلقابيه مدينة كانت مدينة وثنية تعبد الأوثان مدينة فيها صناع لصناعة يعني تجارة الأوثان مدينة ملوئة بالأصنام وعبادة الأوثان وخصوصا آلهة أرتميس واللي بقرأ أعمال الرسل 19 يفهم المشكلة اللي صارت بين الرسول بولوس والمواجهة بين الرسول بولوس وبين ديمتريوس والصناع كيف هيجوا المدينة على مين على بولوس لو شوي بولوس فقط حياته هناك كان أنهى حياته هناك لو شوي وكيف أنه هيجوا الشعب لمدة سعتين في أعمال الرسل 19 وجملة واحدة عظيمة هي أرتميس الأفاسوسيين تخيل لمدة سعتين كل المدينة كذا ألف عم بيهوج وعم بيحكي هذه الجملة فكانت مدينة وثنية وكانت في ذاك الوقت الشر واصل أن العبادة الوثنية واحدة من طقوس العبادة هي ممارسة الزنا والنجاسي داخل المعابد فكان الشر كبير وكانت المدينة تحت سلطان الشيطان لكن نشكر رب استخدم الرسولوس وصنع آيات ومعجزات قوات المعتادة وفوق المعتادة خدم هاي المدينة في الكنيسة ثلاث سنين وهم من سجن روما بعد أربع سنين سجن من روما عم بيكتب مرة تانية هاي الكنيسة ويذكرهم أن لا تسلكوا فيما بعد كما كسائر الأمم فيما بعد زي ما كنتوا قبل ما ترجعوش تسلكوا كسائر الأمم انتبهوا يا مؤمنين وانتبهوا يا إخوي وهذا أنا بعده رمزور أحمر وكأن بولوس عم بيحكي مش بس مع كنيسة أفاسوس عم بيحكي مع كل المؤمنين عبر كل العصور يا جماعة في رمزور أحمر بقولوا بولوس هون انتبه يا مؤمن اصهر على حياتك الروحية بعد ما تجددت وتغيرت ومشيت والرب ونعمة الرب ومقامك ارتفع إنك سرت مع المسيح عضو في جسد المسيح انتبه لألا تتراجع لألا تنزلق لألا ترجع إلى الحياة الأديمة اللي كانت قبل الإيمان وتسلك كما كان يسلك سائر الأمم فهذا تحذير بولوس عم بضرب زمور الخطر بقولوا انتبهوا احذروا في فاصل بين ما قبل وما بعد في حاجز مش ممكن في خط أحمر مش ممكن أعبره مش ممكن أرجع لوراه لأنه احنا عرفنا النور كيف نرجع ونعيش في الظلمة وبعطيهن المفتاح كيف يقدروا يعملوا هذا التحول وما يرجعوا للماضي طبعا هو من السجع ببعاتلن رسالة مش معايش معهن لكن ببعاتلن رسالة ونشوفوا هذا التحول والتغيير اللي هو بخليني يحفظني لألا أسقط من ثباتي لألا أسقط من قداستي من إيماني من اللي أخذته من الرب بحكيه بعدد 22 ل24 إنه فيه أشياء لازم نخلعها وفيه أشياء لازم نلبسها حتى نقدر نستمد ونثبت في اللي إحنا صرنا فيه مش بس كمقاما كمقام لكن كسلوك عملي يومي وهذا تحدي لنا كنا رح تشوفها في آخر الخدمة أمين هم بولوس عم بيقول أو الشيء الرائع في المسيحية الشيء الرائع إنه المسيحية مش بس بتحكي عن تغيير السلوك لكن قبل ما بيحكي عن تغيير السلوك بتحكي عن تغيير القلب زيان بيقول الكتاب يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي شو يعني يعني مش ممكن الرب بيغير سلوكك إلا ما يغير دوافع قلبك إذا دوافع قلبي دوافع نقية السلوكي رح يكون نقي كيف بيكون في قلبي هيك رح أنا أتفاعل في فكري في ذهني على حسب كيف بفكر وشو بتفاعل بأفكار قلبي أفكار فكري هيك حياتي رح تكون سلوكي رح يكون السؤال اليوم قلبك وين وين قلبك وين حاطت اهتمامك قال يسوع حيث يكون كنزك هناك يكون يعني الكنز الاشي اللي انت عم تبحث عنه الاشي اللي انت عم تدور عليه الاشي اللي انت اللي جاذبك واللي حاطت يعني اهتمامك الأول وين إذا اهتمامك في الرب هناك قلبك إذا اهتمامك في العالم وغرور العالم هناك قلبك وين إحنا موجودين في هذه الأيامات بولوس يضرب زمور الخطر ببضوي ضرب رمزور أحمر بقول لن انتبهوا أن لا تسلكوا فيما بعد يعني جماعة أفا سجين من عالم شرير عالم وثني عالم يعبد الأوثان عالم يمارس الزنا في خلال العبادة عالم جاي يعني من عالم تعبان بقول لي ننتبهوا الرب عمل انقلاب الرب عمل تغيير جدري في حياتكم ترجعوش للماضي ترجعوش للماضي ورب قلنا ننتبه ليش ننتبه لقلوبنا لأنه يسوع بقول في متى خمسطعش لأنه من القلب شو بتخرج تخرج أفكار شريرة من جوة مشكلة وين موجودة داخلة تخرج أفكار شريرة قتل زنا فسق صرقة شهادة زور تشديف إلى آخره كله بيطلع منين من القلب ومن فضلة القلب يتكلم اللسان فالرب بدي قول إيش دير بالك على قلبك دير بالك على مشاعرك دير بالك على عينيك وين بتروح دينيك شو بتسمع أفكارك وين تعطيها مجال تسرح مرات أفكارنا مش إلنا بيجي إبليس بأفكارنا بخدنا شمال ويمين وإحنا ما نروح معاه شمال ويمين بضحق علينا لكن إيش الرب قول لازم ننتبه لازم أن لا نسلك مثل سائر الأمم ننتبه ننتبه أنه نعرف كيف نعيش الحياة صح خليك صهران على أصوار حياتك في ثغرات في أمور عيش حياة التوبة في ثغرات سكرها غطي حالك بالدم تجيك أفكار انتهرها بتقولي انتهرت ورجعت رجع انتهرك هون مرة أعلن المكتوب تعرف الدباني تجيش على الفرن الحامي شفتوا فرن حامي اليوم عملت مرطي صنية أجيت على البيت كل هارمش بالبيت فأجيت ودور على الأكل لقيته إيش في الفرن بس فتحت الفرن في إيش بخار طالع باينبين أنه في فرن حامي فانتبهت أحسن ما إيش أناس لي إبليس بهجمش على المؤمن المليان بالرب ليش لأنه بقدرش يقرب حضور الله زي الفرن الحامي إذا فرنك مسقع إذا حياتك الروحية تعبانة من السهل يجي هاجبك ويضحك عليك لكن الرب قلنا لا تجهلوا أفكاره لا تجهلوا أفكاره تعرف مرات إنه إحنا منصير نتصرف وننزلق بدون ما ننتبه إيش عم بيصير معنا أعطي مثال مرات إحنا بنعمل شغلات إحنا بقرارة أنفسنا عارفين إنها غلط بس منصير لنبرر حالنا ليش عملناها ولم يجي واحد بقول لك يا عمي هذا اللي عم تعمله مش صحيح انتبه شو جواب تبعنا ما كل الناس بتعمل هيك ما كله بعمل هيك هل إذا كل الناس بتعمل غلط هذا مش رخصة إنه إحنا نعمل برضو الغلط لأنه مش دائماً رأي الأغلبية هو الرأي الصح مش دائماً سلوك تصرفات الأغلبية هو التصرفات الصحيحة مش دائماً سلوك الأغلبية هو السلوك الصحيح عشان هيك حتى لو كل الناس بتعمل غلط أنا وإنتي مش لازم نسلك كسائر الناس وزي أهل العالم اللي بتعمل شيء ضد وصايا الرب ليش؟ ليش هذا الأمر مهم؟ طب آه هيك بس شو بدي قول عني الباقي؟ ما يقوله آه بس ما في رأي المجتمع وفي ضغط الأجنة الغلبية وفيه 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 بس فيه إشي تاني إحنا ناسين وعشان هيك إحنا ضعاف في هاي النقطة ناسينه إحنا ارتبطنا بالمسيح بولوس بقوله حتى لو كل أهل أفاسوس عبدوا الأوثان حتى لو كل نعملوا الفحشاء حتى لو كل ننسبوا إلى الضعارة وإلى الشار أنتوا بتكونوش هيك بس ما كل المدينة هيك أو حتى ولو بولوس بقوله لا وإحنا نفس الشي حتى لو كل البلد عاشت غلط الرب دعينا أنه ما نعيش غلط ليش؟ لأنه إحنا ارتبطنا بالمسيح ارتبطنا بالمسيح اللي غير حياتنا وبالتالي المسيح غير سلوكنا وإحنا صرنا جزء من جسد المسيح أعضاء جسمه من لحمه ومن عظمه صرنا من كنيسة ومن عروس المسيح المفدي اللي راح تورث الأبدية والسمى كلها وأمجاد وبركات مستنين هاي إحنا مننساها صرنا من خلال المسيح ارتبطنا بالمسيح صرنا شعب مميز إحنا شعب مبيز بطرس بقول بطرس الأولى أما أنتم فجنس مختار كهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء ليش؟ ليه إحنا هيك؟ لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى النور إحنا النور إذا إحنا بدنا نمشي مع الظلمة وصلنا الظلمة ومين اللي بد نهور للباقي؟ مين اللي بد يورجي الصح من الغلط؟ فإحنا في شيء عظيم عمل وحدث في حياتنا وصار عنا علاقة تنتبه مع إله قدوس بيكره الخطية يبغض الإثم والشر منفحش أنا أبني علاقة مع الله بيكره الخطية وأنا بدي أعيش وأجاري أهل العالم في الخطية والشر تزبطش تزبطش إحنا ارتبطنا صارينا علاقة مع إله دفع ثمن هذه العلاقة معنا والثمن كان إيش؟ دم المسيح دم الغالي الثمين فدانا واشترانا كنا عبيد الخطية والموت ونصيدنا الهلاك الأبدي لكن يسوع اشترانا وافتدانا ودفع ثمن غالي كتير جدا عشان ما نرجعش لأوحال الخطية وللعالم لكسائر الأمم لكن عشان نعيش سعب مفرز مخصص مقدس عايش لهدف أسمى من حياة العالم الثاني عايش للأبدية عايش للمسيح عايش للرب عايش لأجل مجد الرب بأكل وبشرة بروح وباجي لكن أنا عارف مين أنا عارف هويت إحنا ضيعنا تقريبا هويتنا عارف مين أنا ولي إيش أنا موجود وين رايح وشو لازم أعمل في الوقت اللي رب عطيني إياه هون مهم جدا إنه إحنا نصحة بولوس بضرب زمور الخطر وننتبهوا عالم لا إحنا نحن بدي ربي إيانا نكون في العالم لأنه بدي إيانا نكون نور وسط عالم فيه ظلمي كنت موظف حتى كل الموظفين بغشة وشيش كنت في المدرسة حتى والكل بعمل ما تعملش تعرفين شو بعمل بس كله بعمل هيك ديش أقول مين بس في طالب طالبي مش طالب عشان ما تفكروش ابني طالبي كانت تدرس تدرس وتموت قهر إنه هدوكا ما يدرسوش ويجي الامتحان محلول على البيقر بقرود ما خالص ما خلص ويأخذوا أعلى منها وهي تدرس وتأخذها قل من العلامة وهن ما يدرسوش وهي تدرس شوف الموقف قديش صعب بس هي كانت ترفض ترفض إنها تنقل تعرفوا الرب هذا الموقف قديش الرب بقدروا قديش الرب بكرموا لأنه نجاحك مش مربوط بس إسا قديش البيقرود تأخر ما فيه قدامك تهليخ طويل عريض لكن الرب هو الأكرم الذين يكرمونني هي أخذت موقف من أجل الرب أنا بديش أعمل إش غلط بيحزن الرب حتى لو الكل بيعمل هيك أنا بديش أعمل هيك ورب بركها وأكرمها وما زال يكرمها ونواثق إنه راح يمجد في حياتها قال الرب يسوع في صلاة لست أسألك أسأل أن تأخذهم من العالم لكن أن تحفظهم من الشرير هناك وعد أن الرب حميك وحميني حتى لو كنت في أشر منطقة في العالم دانيال والفتيان التلاتي كانوا في مدينة وثنية شريرة ماسكية وحاكم العالم كله لكن تلت شباب صغار مش يعني أسس ولا صل قدسين أبسل قديش لكن حبوا الرب وأكرموا الرب والرب يتمجد فيهم وصلي يا رب أقيم جيل مثل دانيال مثل شدرخ وميشك وعبد ناغو أما دانيال فوضع في قلبه أن لا يتنجس في أطايم الملك ولا في خمر شو أنا شاب راك خلص يلا حط راسك بين الروس ولا أطاع الروس مرب تركه وسباكه مئة ألف مليون حج يوسف رفض أن يصنع الشر كان برضو شاب من سبعة عشر لثلاثين سنة كيف أصنع هذا الشر العظيم أختي كيف يقى يوسف قدرت تتوقف هل أنه عندي علاقة بإله قدوس عنده علاقة ليش إحنا علاقتنا شبه معدومة نقعد ترجعنا كل السنة يا عمي قرار لك أصحاح بس لو ربع أصحاح عدد عدد ببعث ها قريت بس أنا أعمل مرات تقول لي مراتي خلاص دقاشت نقع عليها مش عارف إش نعمل كيف نقنعك تقرأ وتصلي وتمشي تبني علاقة مع الرب مش عارف والآخر ليش أنا هكتعبان وصلوا لنا كيف تتغير لما أنت زروني كل سنة مرة كيف تتظبط يعني وانت هكت لما أنت عند مشكلة بفطن أنه في عندي إله تروح أشوف بركحة للي هالمشكلة وبعدين بغوس كمان مرة في عجئة الحياة بولوس 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 اصهر على حياتك لأن لو أنت عاجئان يجي الرب ولقيك مش صهران ويصير فيك مثل عذارة الجاهلات تركض تركض بالآخر لا سمح الله يسكر بعدين بولوس نكمل بقدن سبع أوصاف للحال اللي كانت للشعب المجتمع اللي كان عايش فيه وهي الكنيسة سبع أوصاف واحدة أصعب من الثاني تعالوا نروح عليها بسرعة قدر إمكان بقول كما يسلك سائر الأمم كيف أول وصف ببطلة ذهنهم يعني ذهن بطال ذهن فارغ ذهن مرفوض عايش بدون هدف عايش بدون طمر يعني بتقعد معه بتقعد معه بتلاقي إنسان يعني مش محترم ذهن بطال تنين مظلموه الفكر فكره مظلم معتقداته بالنسبة لله مظلمه ممكن يكون شخص متعلم ومعه شهدات لكن بس تحكي عن الرب مظلم مظلم الفكر مظلم الفكر أو عنده عمى روحي مش قادر يقتنع بوجود الله مش قادر يقتنع بعمل المسيح لأنه عنده في مظلم بقولي كتاب عن إبليس إله هذا العالم قد أعمى أذهان غير المؤمن في عنده عمى روحي شخص ناجح ومش منه وكذا بس إيش بدوش ربنا ليش في عنده عمى في عنده إشي مسكر على عينيه مش قادر يشوف حقيقة المسيح ثلاثة متجنبون عن حياة الله بقول وصف الثالث يعني متجنبون عن حياة البعيد عن كلام ربنا بتحاول تحكي معاته بس اسمع أقول لك شو بقول المسيح لا يا عمى أنت من طريق أنا من طريق وإذا كان في محضرة وبدأت تحكي عن الرب بقوم وبطلع على الكنيسة بفتش يعني بدوش يسمع متجنب عن حياة الله أربعة طب ليش متجنب لسبب الجهل الذي فيهم مشكلة موجودة أنه هناك في بحياته جهل شوف بولوس قعد مع حكماء أثينا وهو لما كان بأثينا جلس مع حكماء يعني مع جماعة حكماء فلاسفة لكن الجماعة في منهم رفض رفضوا كلمة الله ليش رفضوا بقول لسبب الجهل الذي فيهن طب هني حكماء كيف الجهل هنا من وين أجل الجهل بقول ستة أو خمسة بسبب غلاظت قلوبهم يعني نمرة ستة بتشرح خمسة بتشرح نمرة أربعة يعني ممكن يكون شخص مع دكتورة بروفيسور شهادات عالي لكن حياته فيها جهل عن الله شو قال الكتاب بالمزامير قال الجاهل في قلبه فيش الله وين الله ورجيني الله ورجيك الله ورجيك الله ورجيك الله أنا متقابل معاه راح أقولك شو وممكن شخص عادي بسيط بالقوة مكمل اتناعش لكن ذهنه استنار وعرف حقيقة وجود الله وصار عنده اختبار حقيقي مع الله هذا الشخص بنظر الله حكيم وذاك الشخص إيش ماله جاهل ليش لأنه شقول كتاب رأس الحكمة ايش خافت الرب ومعرفة القدوس فهم هذا شخص فهمان هذا شخص بخاف الله ستة بقول الذين قد فقدوا الحس هم نوصل للوضع الصعب جدا فقدوا الحس كل إنسان حياته لما بيعمل غلط هو صغير ضميره أو نائب الله في الإنسان فيه ايش بيعمل بأنبو ضميره بأنبو 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 على الخطيئة اللي عملها لكن مع الوقت مع تكرار نفس الغلط بدون توبة مع التعود على الوضع أنه أنا دائما بأعمل غلط 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 وفيش توبة وفيش مع العيش بالخطيئة ولما يصيروا الواحد يشرب الخطيئة كالماء ما بيعود يتجاوب لا مع تبكيت الضمير ودقنيب الضمير ولا مع تبكيت الروح القدس ما عودش يتجاوب وساعتها بفئد الإنسان الحس تماما وبيصير مثل زي بيكون في فتحة وفي يعني نقول في أضيب حديد وبداخل وإنت عم تبرم وكل ما بتبرم بحك في الزوايا الموجودة في قلب الثقب هذا لكن من كتر البرمات والبرمات والبرمات شو بيصير الثقب وسيع بيصير الأضيب الحديد رخوا جوه ببطل يأثر في النتوءات الموجودة جوه هيك حياتنا إذا إحنا بنظلنا نعمل 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 ومش تايبين ومش تايبين ومش تايبين بتقودش تحس أساسا بتقنيب الضمير لما تعمل الغلط بصير تعمل أو بصير هدول الأشخاص بفئد الحس الروحي وبتكون النتيجة نمرة سبعة أنهم أسلموا أنفسهم للضعارة ليش؟ ليعملوا كل نجاسة في الطمع أسلموا أنفسهم يعني هني بمحط إرادة صاروا يعملوا الشر بمحط إرادتهم مع إنه كان بإمكان أن يرفضوا لكن هني أسلموا نفسهم هني حطوا حالا هني وضعوا نفسهم لهذا الشيء مش بس عملوا الضعارة لكن أسلموا يعني في علا أقوى بشاعة الأمر طبعا يعملوا يعملوا كل نجاسة في الطمع مش بس أسلموا لكن ما عاد هناك حدود للنجاسة في حياتهم لأنه الشهوة سيطرت على عقولهم وحياتهم بالكامل صار عندنا طمع في الشبع في النهاية صار كل شيء بالدنياته أكتر وأكتر وأكتر هذا بذكرنا بحالة حالة الناس قبل الطفان قبل الطفان الناس يعني فزعت وبوصفها بتكوين ستة خمسة بقول وراء الله طلع هيك على الكرة الأرضية أن شر الإنسان تكوين ستة خمسة قد كثرة في الأرض وأن كل تصور أفقار قلبه إنما هو شرير كل يوم يعني تطلع من العشحة كله ماشي بيتصور فكره وقلبه عايش في شر شديد جدا جدا إيش النتيجة ربعت الطفان بعت القضاء بعت القضاء الإلهي مرات بيجي قضاء إلهي على بلاد أو مرات بيجي قضاء إلهي على مناطق بديش أسمي وديش أنا يعني أحط أسماء لكن في مرات بيكون إنه بيجي قضاء إلهي بسبب الشر المتفاقم لمن بوصل للذروة تبعته بيجي قضاء الله وهذا مهم جدا ننتبهه لأنه بس كان أيام الطفان لكن اليوم عم نشوف ظواهر خطيرة جدا عم تحدث في مجتمعاتنا وفي بلادنا وخارج بلادنا وفي العالم كله لا يدل على الخير إن كان بتداء من الإدمان إدمان الكحول وإدمان المخدرات تجارة الأسلحة النجاسة والظاهرة اللي عم تتفشى بشكل كبير هو مشكلة الشذوذي جنسي هديش هذا الأمر كنا نسمع عنه في بلاد الغرب لكن اليوم لا عاد في غرب ولا عاد في شر اليوم بس قلت تأفوت أفحص على اليوتيوب فتحت على موقع لأحدى الدول العربية بس عن هذا الموضوع صدمت إيش بيحكوا إيش بيقولوا والمسؤولين والحكام واللي هني عندن هاي بيقولك إحنا مش قادرين نضبط الموضوع لدرجة إنه صار الناس تطلق بعض عشان نروحوا إزلام مع إزلام ونسوان مع نسوان وكأنه سرطان متفشي مش عارفين يحطوا حدود لإله شيء رهيب وهم نحكي في دول عربية إسلامية يعني مش بس بالغرب بالغرب لسا الوضع أصعب ليش؟ إنه صار في تشريع لهذا الموضوع إنه صادر هذا الموضوع مشرع إذا أنت بتحكي زي ما أنا إسا بحكي وبتحطه على هاي بيقادوك وبحبسوك وإذا الأسيس اللي بقبض معه هناك من الحكومة برفض زوج زواج مثلي بيخسر وظيفته وإذا حكي أي كلمة سلبية بتشكوا عليه وبحبسوه تخيل إحنا وين وصلنا وين وصلنا أسلموا أنفسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في طمع المجتمع فسد المجتمع فسد ورأى الله أن شر الإنسان قد قتر في الأرض وأن كل تصورات قلبه إنما هو شرير كل يوم هذه كانت حالة أيامات نوح أيامات الطفان وإيش السوع بذكرنا وكما كان في أيام نوح يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون هكذا يكون مجيء ابن الإنسان إذا بدل لها أي شي بدل لها أن الرب قريب ورب راش راح يتحمل أكتر من هيك شره نجاسي وتفاقم في هذا الأمر ورح يجي ليأتي بالقضاء ورح يجي حتى يأخذ كنيسته بقول أما إحنا المؤمنين إحنا المؤمنين أما أنتم عدد عشرين بعد كل هالمصار المؤلم والمخزي والمفجع أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا أحلى يسوعك بعد ما يجي بعد كل هالحاك اللي يشحده أما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع يعني شو المقياس اللي بيحطه بولوس للسلوك المسيحي مقياس السلوك المسيحي مش إنه ما تعملوش هاي الأشياء اللي حكيت عنها لا لا المقياس أعلى المقياس هو شخص الرب سوع鄉 المسيح هذا هو مقياسنا هذا هو مثالنا هذا هو نموذجنا فالمسيحية هي شخص المسيح وحياة المسيح والله ما بيرضى هقل من هيك والمسيح أعطانا الأدوات وعطانا إمكانيات نعيش كما كان هو عايش في الأرض في عالم مظلم بعدين أما أنتم فلا بتتعلموا المسيح هكذا وبقدم تلات أشياء مهمة نعرفها قول إن كنتم قد سمعتموه فالمسيح مثالنا إن كنتم قد سمعتموه هو المعلم لديك تسمعوه شو بقول فهو المعلم وبعدين بقول وعلمتم فيه هو المدرسة اللي بتتعلم فيها تلاتي كما هو حق في يسوع هو المادي هو الحق لانت المنهج لانت بتمشي بحسبه فالمسيح هو المدرس وهو المدرسة وهو المنهج والمادي اللي إحنا نمشي بحسبه هو مثالنا هو نموذجنا هو حياتنا وإحنا عينينا شخصة فقط عليه طيب وسط كل هذا بديش أتركك عشان الوقت بديش أتركه هون وسط هذا الوضع طيب كيف إحنا بدنا نقدر نمشي بهالوضع في هيك عالم تعبان يعني هاي مشكلة قال إيش مش فيك الإشي هو بيعطيك إياه إذا أنت مشيت بحسبه بقدم العلاج العلاج ثلاث أعداد من عشرين اثنين وعشرين لأربع وعشرين شو بقول شو لازم نعمل عشان نقدر نعيش الحياة اللي هي بتمثل المسيح ويكون مثالنا المسيح ونقدر نكون كأولاد مور وسط عالم مظلم وننسلك كسائر الأمم شو المطلوب كيف أنا أقدر أتغير أنا مش عادر بعطي الحل الحل بسيط ضعتي مثال وبختن فيه قول عدد تنين وعشرين لاحظ معي أن تقلعوا من جهة التصرف السابق لإنسان العطيق الفاسد بحسب شهوات الغرور ثنين أنت وتتجددوا بروح ذهنكم ثلاثي أن تلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق نمرة واحد بدنا نخلع الإنسان العطيق شو هذا الإنسان العطيق يعني زي إشي رمزي يمثل كل الشر والنجاس الممكن يتكون في أبناء آدم حيال قديمة التعباني الكذب والغش والسرقة والنجاس والزنا والأتل وكل هذا الإنسان العطيق شو هذا مصيره هذا صلب مع يسوع بقول في رمية ستة عالمين هذا أن إنسان العطيق قد صلب معه شانيك أنا كل يوم بدي أعمل زي ما بقوله مع المسيح صلبته فأحيا لا أنا بل المسيح الرب دوما ذكر حالك كل يوم إنه أنا حياة الأديم انتهت شانيك بالمعمودية مدفنين معه بالمعمودية للموت فأنا بدفن حياة الأديمة بدفن إنسان العطيق بدفن الطبيعة الأديمة بدفن إنسان اللي كان عايش في الشر والنجاسي انتهى وهذا الإعلان أنا بعلنه كل يوم على حياتي بعدين بكفيش أدفن وأنهي وأخلع لازم إيش أعمل أجدد ذهني كل يوم وتتجددوا بروح ذهنكم تتجددوا بروح ذهنكم روميا 12 إيش بقول لا تشاكلوا هذا العالم بل تغيروا عن شكركم بتجديد أذهانكم طب كيف بدي أجدد ذهني كيف بدي أجدد ذهني من يجي للعملية من يجي للحال العملية أجدد ذهني من خلال إيش اسمه وصائط النعمة شو وصائط النعمة يعني كوني أبنى علاقة حقيقة مع الرب إنه أنا أقرأ كلمة الله أفتح ذهني على كلمة الله مش على أخبار الإنترنت ولا على أمور هاي لكن أعبي فكري بكلمة الله إنه كون في وقت عندي كل يوم هقعد مع الرب أصلي أصلي لأجل حياتي أطلب ورجه الرب أعبد الرب يكون وقت فيه وأنا أتوب قدام الرب أغسل أفكاري وحياتي كل يوم قدام الرب أجي للكنيسة أعبد الرب وإما أروح أسبح أمجد أطلب أن أمتلق بالروح في كل مرة أنا عم بعمل هذا العملية هاي العملية اسمه عملية متجدة أرض حنا منقول بيجي وقول لك شو تجددته لا الخاطب تجددش الخاطب ينولد ولادي جديدة المؤمن محتاج يجدد فكره وذهنه كل يوم عشان يقدر يتغير للصورة المسيح وهذا بيشبهنا في عشان الإشي يضلوا في فكرنا قصة الدودة والفراشة تحبوا القصص أنتو الدودة والفراشة تعفوا الدودة عندما تتحول لفراشة كيف تعمل تضرب عصاية سلحة تقليب فراشة بالطير هذا التحول من الدودة طبعا لا الجواب الدودة لفراشة هذا هو هذا هو التغيير اللي رب يعمله في حياة المؤمن حياتي قبل الإمام مثل الدودة مربوطة في الأرض وعايش في الأرض ومزحف على الأرض وكل اهدماماتي في أرض بأرض أو جسد في جسد لكن عشان تصير فراشة اللي اهتماماتها في السماء وفي الفضاء وفي الجو وطائري وماليانة ألوانه وحيوية وقوة ونشاطه وبتروح بتاخد الرحيق الحلو فيه مرحلة دودة في حالة الشرنقة اللي فيها داخل هذا الشرنقة اللي بتبلي شو بتصير جوه بدون ما حدا يشوف التغيير يبيحدث في قلب الشرنقة جوه وهذا نفس هاي هو عملية ايش التجديد تغيروا عن ذهنكم بتجديد أذهانكم وين التجديد يصير جوه محداش شايف بس أنا استمراري كل يوم هقعد مع الرب أنا عم بتغير يعني أنا قبل عشر سنين مش زي ما قسة عم بتغير عم بتجدد مزبوط في بحياتي مرات طبيعة الدودة لو سألتك اليوم مين أكتر انتي بتميل للدودة وضعك اليوم بتقيم نفسك قديش أحوز بالمية للدودة وقديش بالمية للفراش الطبيعة القديمة حينسان العطيق وإنسان الجديد السر بقمن وين تجديد الذهن داخل الشرنقة الوقت بتقعده مع الرب الوقت بتقضيه مع الرب الوقت بتقول بدي أسكر بتليفوني وبليفوني في كباس أوف إنحنا ننسى ابني بيقول لي أول ولادي بناتي ليش تطفي ليش تطفي آه بس أوكي بيش حاجة نطفي بس لما نقعد مع الرب قطفي مش راح مش راح العالم مش راح ينهار العالم مش راح ينهار وصحابك مش راح يسيبهم ضمار إذا أنت طفيتوا ربع ساعة وقعت مع الرب همين وغير هيك الشرنقة مش راح تعمل شغلها مش راح تتحول من دودي حط دودي وفراش وفيش كيش ربناتي نشيلي كيف هاي صارت هيك وكذا كان يسيبوا يكفروا وكيف اليوم هاي عم بيسبحوا بمجد الراء كيف هذا صار آه ما هو هذا شغل الرب بس وين داخل الشرنقة تجديد الذهن تجديد الحياة هاي المعجز اللي الرب بعملها بيقلبك هاي قول أف أم هم نعرفها كيف بيقلبك رأسنا العقب بس إذا أنت أعطيته مجال على قد ما بتقعد داخل الشرنقة في وقتك مع الرب إنك تجدد وتسمح للرب غيرك على قد ما سرعت جنحاتك الروحية حياتك الروحية وانطلاقك في الأجواء راح يكون أسرع وأسرع همين هل من نظلنا نسلك كسائر الأمم نرجع عايشين وعايشين في سراع مش مبسوطين صدقوني عايش هون وهون بدي هون بدي هون وبعيش العمر وانا أتصارع يا عمي خلص عين بتظلم وعين بالنور لا مش ممكن خلص خلينا نحط أنسى ما هو وراء أمتد إلى ما هو قدام قولي يا رب غيرنا جدد أفكارنا حولنا من جديد من دودي لفراشة روح أقول أنا اليوم مطالع مش راح أبقى بحياة الدودي لكن لازم أبقى لازم أصير بحياة الفراشة بتعرفوا النسر اللي وقع من عشه وطبط البيضة في قن الجاج وفقس هناك فقست البيضة والعش والنسر عاش بين الجاج وكان مقتنع باليوم بالمية أنه إيش جاجي ويعمل كاكاكا معهم ونقوا في الأرض ونقوا في الأرض في يوم الأيام بعد ما كبر النسر حجمه أكبر بس هو خلاص مقتنع أنه إيش جاجي مرأ سر بنصور صاروا نادوا كيك كيك بقى في النقطة أنا بقى بس هاملاش داخل بالنقطة روح النسر اللي فيه شبت فيه إيش يجذبه معينه ولا مرة شاف نصور ولا مرة تعرض لأنه يشوف نص كل عمره عايش بين الجاج بس روح النسر فيه دبت فرد جناحاته وطار وإذا ما لا أنتمي فيما بعد كنت بخدوع كل عمري فكر حايل عايش بين الجاج وأنا نسر أخي أختي أنت نسر أخي أنت نسر أختي أنت نسر نسر للرب تعيشش في العالم لا تسلكه كسائر الأمم تعيشش في الأرضيات وفي العالم وشهوات الغرور والنجاسي اللي شفنا والتدردر الموجود أنت فيك طبيعة النسر أنت فيك طبيعة النسر ارفع عينيك لفوق افرد جناحاتك وقول كيك هللويا واطلع مع نصور حلق في الأجواء والرب يمسحك بقوة روح القدوس يا بنا بشكرك من كل القلب من أجل كلمتك إلى قلوبنا في هذا المساء شكرا لأن كلامك هو روح وحياة شكرا لرب لأنك دعينا أنه إحنا نعيش الحياة اللي أنت يا رب دعيتنا إلها ليس حياة الأرض والعالم وأمور العالم وانشغالنا في أمور العالم ساعدنا نرفع عينينا ساعدنا نتغير ساعدنا نجدد أذهاننا واشتاعدنا يا رب نفرد جناحينا وانطير كنصور نحلق في الأجواء الروحية ونخدنا من مجد إلى مجد ومن قوة إلى قوة اختم على كلمتك في هذه الليلة بختم الروح القدس اطلقنا من هذا المكان وإحنا في قلوبنا قرار وتصميم نقول لن أعود للوراء لن أسدق كسائر الأمم لكن سأحيا للمسيح سأعيش للدعوة اللي دعاني فيها الرب سأعيش لكي أمجد أمجد اسمك كل أيام حياتي لك الإكرام والمجد في اسم الرب سوع يصلي ولك أعطي كل حمد وإحنا وقفين مع بعض نقول والآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر